اشتركوا في القناة وبدأنا نوضح كيف يتم حلتها من ضريبة المرتبات وقلنا ده من ايه من التمارين المهمة والاساسية في امتحان محاسبة الضرائب وقلنا ان شاء الله هنحاول نلم موضوع او ست موضوعات في منهج محاسبة الضرائب منهم اول حلقة قلناها ان شاء الله اللي هي ضريبة المرتبات والنهاردة هنتكلم عن ضريبة النشاط التجاري والصناعي وفي ضريبة الارباح التجارية او المهن الحرة وفي ضريبة الربعة ضريبة العقارية ثم ضريبة الاشخاص الاعتبارية وضريبة القيمة المضافة ست موضوعات ان شاء الله هنتكلم فيهم ونحاول نوفي كل اجزاء المنهج فيهم شرحنا الجزء اللي فات زي ما قلت من شوية ضريبة المرتبات هنبدأ النهاردة بالجزء التاني اللي هو ضريبة النشاط التجاري والصناعي تعالوا كده مع بعض نشوف اجزاء مهمة من ضريبة النشاط التجاري والصناعي الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين قبل ما هدخل على شرح جزء ضريبة النشاط التجاري والصناعي قلنا انواع الضريبة على دخل اشخاص الطبيعيين تفرض الضريبة على مجموع صافي دخل اشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر وتكون مجموع صافي الدخل لمصادر الاعتبار ده المنهج بتاعنا تعسنة تالتة دبلوم تجارة شعبة ادارة محاسبة الضريب واحد المرتبات وما في حكمها اثنين اراضات النشاط التجاري والصناعي ثلاثة اراضات المهن غير التجارية اربعة اراضات السر والعقرية ثم بعد كده الضريبة على الارباح الاشخاص الاعتبارية وضريبة القيمة المضافة هنجي دلوقتي مع بعض على الجزء التكملة وجزء مهم جدا هنحتاجه في التمرين ده اللي هو شرائح الضريبة يعني ايه شرائح الضريبة؟ يقسم دخل الممول الى عدة شرائح يعني الدخل اللي بيدخل للفرد سواء موظف سواء صاحب شركة او فرد عنده مشروع معين او صاحب مهنة تقسم الدخل اللي بيحصل عليه الى شرائح ويفرض على كل شريحة منها سعر معين مثال ذلك سعر الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعين تبقى للقانون 91 لسنة 2005 وتتكون الشرائح من الشرائح دي مهمة جدا 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 في حل التمرين وهو بيجي لما يجي يقول لي احسب الضريبة المستحقة على الممول باحسبها بالشرائح دي يعني مثلا قلنا من الحلقة اللي فاتت الحلقة السابقة قلنا ان يقفى للممول شريحة معفاة 8000 يعني بفرض ان انا حققت دخل قدره 500000 بشين منهم 8000 شريحة معفاة دي لوحدها يعني 8000 دول بيتشالوا من الرقم الخاضع للضريبة اتنين من 8000 ل30000 تحسب الضريبة بسعر 10% طيب لو جينا طرحنا 30000 نقص الـ 8000 هتدينا 22000 يبقى الـ 22000 دي فى 10% بـ 2200 ركزوا شوية اول حاجة بخصم 8000 يعني انا لو جيت حل التمرين وجال الرقم وعائد ضريبة بشين منه 8000 فى الاول بعد كده باخد بقية الاراضي اللي عندي على شرائح اول حاجة شلت 8000 ثم بعد كده اخد 22000 تاني بروح ضريبها فى 10% يديني 2200 تالت شريحة امسك من 30000 فى الـ 45000 بسعره ضريبة 15% طيب لما نيجي نطرح 45 من 30 هادينا كام؟ 15 هروح ماسك الـ 15000 فى 15% هادينا 2250 ثم شريحة الرابعة من 45000 حتى 200000 ولو برضو طرحت الـ 200000 من الـ 45 هيتبقى لي 155000 يبقى عندنا الشريح دلوقت 8000 معفاة ثم 22000 فى 10 على 100 ثم 15000 فى 15 على 100 ثم 155000 فى 20 على 100 دي سوابت وحاجات سابتة بالارقام والنسب بتاعتها ثم اقصر من 200000 ايا كان بقى الرقم هنضرابه فى 22.5 على 100 يعني تبقى بقى خمس سلاف ميت ألف خمسمائة ألف تمنمائة ألف مش مشكلة دي اسمها شرائح على الضريبة ثاني مراجعة عشان دي مهمة هنحتاجها كتير جدا فى حل التمارين واحد يعفى من الضريبة 8000 ثم من 8000 لـ 3020000 فى 10 على 100 ثم 15000 فى 15 على 100 ثم 1550000 فى 20 على 100 والباقي من دخل الممون يضرب في 22.5 على 100 ودي مهمة جدا فى حل التمارين وبتطلب في التمارين احسب الضريبة المستحقة على الممون نيجى بعد كده يا جماعة على الضريبة على ارادات نشاط تجاري والصناع اللى احنا قلنا هنتكلم عليها في جزء نظر فيها شوية اللى هو ايه ارادات النشاط التجاري والصناع ايه معنى كلمة ارادات نشاط تجاري والصناعي وايه الاوعية او وعاء الضريبة اللى بيدخل ضمن الانشطة التجارية والصناعية في بعض الحاجات كده تحسب ضمن النشاط التجاري والصناعي انتو عارفين ان انا ممكن يكون عندي تمام مصنع وممكن في نفس الوقت اكون موظف وممكن برضو يكون واحد تاني صاحب مهنة واحد تالت عنده صنعة فكل الحاجات دي الرئيسة النشاط التجاري والصناعي تهتم باللي احنا هنقول عليه دلوقتي الانشطة التجارية والصناعي الله تدخل ضمن وعاء الضريبة واحد ارباح المنشآت التجارية او الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر يعني بيدخل ضمن النشاط التجاري والصناعي منشآت المناجم والمحاجر ارباح اصحاب الحرف والانشطة الصغيرة الذين يمارسون اعمالا او انشطة مستقلة زي النجار والحداد والنقاش الارباح التي تتحقق من اي نشاط تجاري او صناعي ولو اقتصر على صفقة واحدة بشرط ان تكون بغرض البيع وبغرض تجاري او صناعي يعني اي ربح جاي من نشاط تجاري وصناعي حتى لو الانسان او الممول ده عملوا مرة واحدة هيخضع لضريبة النشاط التجاري والصناعي بس بشرط ايه ان هو يكون جاي بالحاجة اللي هو يتاجر فيها دي بغرض البيع يعني انا بالوقت عملت نشاط تجاري عملت شغل والشغل ده انا جايبه عملت صفقة لازم ابيعها مش عشان صفقة ليه انا استعمال شخصي وبغرض تجاري او صناعي ما يكونش بغرض شخصي رقم اربعة الارباح التي تحققها السماسرة والوكلاء بالعمولة لارباح تأجير المحلات والالات ورقم خمسة ارباح نشاط النقل بانواعه سواء كان بريا او جويا او بحريا وفيه انشطة تانية كتير احنا اكتفينا بايه؟ ببعض الانشطة عشان نبدأ بيه؟ الجزء الاول ارباح او ارادات النشاط التجاري والصناعي ارادات النشاط التجاري والصناعي طالباتي وطلابي دبلوم تجارة شعبة ادارة النشاط التجاري والصناعي ينقسم الى نوعين هناخد تمرين يعني متشابهين بس كل واحد نشاط غير التاني النشاط الاول اللي هو بنسميه العمارات السكنية يعني يكون عندي عمارة اجيب ارض وابنيها واعمل عليها عمارة وابدأ ابيع الشاق اللي موجودة فيها والجزء التاني تقسيم ارادة وبيعها يعني ايه؟ يعني اشتري حتة ارض وابدأ اقسمها وبيعها وده طبعا احنا كده هنعرف ان التمرين ده في شكلين من التمرين ايه هو شكل الاول قلت تاني عمارات سكنية مبنية وابدأ اقسمها لشؤة وبيعها والجزء التاني اللي احنا قلنا عليه من شوية اللي هو تقسيم الارادة بغرض البيع تعالوا مع بعض نشوف التمرين التمرين الاول بيقول لي ايه؟ المقاول مهند عادل يعمل في مجال تشييد المباني السكنية بغرض البيع ركزوا دي مباني سكنية بغرض البيع او شايفيني الكلمة؟ هفرق بقى ازاي ما بين التمرين ده والتمرين التاني المباني السكنية بغرض البيع غير تقسيم ارادة طيب وتحقيق الربح قام بشراء قطعة ارض مساحتها الف متر مربع بسعر المتر الفين جنيه وذلك بغرض اقامة عمارة سكنية عليها مكونة من طامن طوابق كل طابق شاقتين شاقة الاولانية من ساحتها 600 متر والتاني 400 متر ارجع التاني معاكم على التمرين ما عليش شوية المقاول مهند عادل يعمل في مجال تشييد المباني السكنية بغرض البيع يبقى المقاول ده عايز يبني عمارة او مبنى سكني عشان يبيعه ويحقق الربح طبعا بديهي انت اول ما تفكر في ان انت تبني مبنى سكني تشتري ارض يبقى اول حاجة ما فكر فيها ان انا اشتري ارض هو اشتري قطعة ارض مساحتها الف متر لاحظوا معايا والمتر الواحد بألفين جنيه هيعمل عمارة مكونة من ثمن طوابق نركز تاني المقاول ده هيشايد عمارة يبقى اول حاجة ايه يالله نكتب كده وراء بعض عمارة سكنية بغرض البيع ها اشتري ايه بقى عشان يبني العمارة اشتري قطعة ارض مساحت الارض الف متر سعر المتر كام الفين جنيه طيب هيعمل عليها عمارة سكنية كم دور مكونة من ثمن طوابق طيب هو الدور الواحد عبارة عن شقة واحدة ولا شقتين لا شقتين شقة الاولى 600 متر والتانية 400 متر لو جمعتهم هتلاقوهم المساحة كلها 1000 متر تعالوا بقى على طريقة الحل قبل طريقة الحل قال لي وكانت تكلفة البناء اي حد لما يشتري ارض عايز يبني العمارة بتكلفه بعض المصروفات الاخرى حتى يتم بناء العمارة السكنية يعني انا في التمرين ده تكلفة البناء جايب لكم اربع حاجات ممكن يكونوا اتنين ممكن يكونوا تلاتة ممكن يكونوا واحدة يعني واحدة او اتنين او تلاتة او اربعة تكلفة البناء عمولة وصمصرة هو دفع عمولة وصمصرة للايه للارض دي او للمبنى رسوم تسجيل طبعا هيسجلها تلاتة تكاليف استخراج الترخيص لازم يكون لها ترخيص تكاليف مباني واعمال صحية ونجارة اللي هو طبعا البناء والمحارة والنجارة والاعمال الصحية اللي هي السباكة طيب فاذا علمت ان الممول قام ببناء العمارة 8 طوابق نلكس في الجزء ده او يا جماعة عشان مهم في حل التمرين الراجل ده بنى العمارة 8 طوابق باع منها خمس شقا باع كم شقا خمس شقا كبيرة سعر الشقا 300 حد يقولي طب يا مستر تمام ببنيها 8 طوابق مش مشكلة هو باع من من 8 طوابق دول طبعا الطابق بيبنى على شقتين شقا كبيرة وشقا صغيرة شقا كبيرة باع منها خمسة وباع شقا 300 ألف والشقا الصغيرة سعر الشقا 200 ألف تعالوا بقى نشوف نحل التمرين ازاي ركزوا على الارقام العمارة الارض بتاعتنا 1000 متر والمتر ب1000 جنيه المطلوب تحديد تكلفة الشقا الكبيرة والصغيرة عايزين نعرف الشقا الكبيرة وقفة على صاحب العمارة ده المقاول ده بقى دي ايه والصغيرة بكام والضريبة المستحقة تعديد ربح الممول في وعاء الضريبة اذا علمت ان المصرفات البيعية والادارية بلغت 60 ألف جنيه ورقم 3 حساب الضريبة المستحقة على الممول طيب نبدأ بقى كده مع بعض على بركة الله نبدأ بحل التمرين وتركزوا معايا جهزوا قلم ورقة واكتبوا الحل اللي انا هقوله دلوقتي ان شاء الله هنبدأ بأول حاجة ببداية تحديد تكلفة الشقا اول واحد لما يفكر يبني عمارة لازم يشتري الارض ويعرف تمانها كام اول حاجة سمن شراء الارض بتساوي المساحة في الساعة اي حد يشتري حتة ارض لازم يشوف مساحتها قد ايه وسعرها قد ايه فمساحة الارض اللي الراجل اشتريها اول مقاول الف متر والمتر بألفين جنيه يبقى قطعة الارض تمنها اثنين مليون جنيه يعني هو دلوقتي اول حاجة فكر يعملها انه هو ايه يشتري الارض فالارض بتاعتنا الف متر في ألفين جنيه سعر المتر الواحد يبقى اثنين مليون جنيه تاني مع بعض سمن شراء الارض يساوي المساحة في الساعة المساحة في الايه في الساعة ألف متر في ألفين بكام باثنين مليون صرف عليها تكلفة البناء قد إيه صرف أربع حاجات جايبهم لي في التمرين عمولة وصمصرة خمسة وعشرين ألف رسوم تسجيل تلاتين ألف تكاليف استخراج ترخيص البناء مئة وخمسين ألف ثم تكاليف مباني وعمال صحية بكام بمليون ونص نبدأ نجمع كل الأرقام اللي على الشمال دي اللي هي موجودة عندنا تلاتة مليون اتنين مليون زائد مبلغ موجود معايا تاني خمسة وعشرين ألف زائد تلاتين ألف زائد مئة وخمسين ألف زائد مليون ونص هيبقى المجموع تلاتة مليون سبعمية وخمسة ألف طي تعالوا بقى طريقة الحل الأول احنا كده عرفنا ان اجمالي تكلفة العمارة كلها تلاتة مليون سبعمية وخمسة ألف تاني برضو عشان تركزوا معايا اجمالي تكلفة العمارة هجمع سمن شراء الأرض زائد عمولة وصمصرة ورسوم تسجيل وتكاليف استخراج ترخيص تكاليف مباني وعمال صحية بجمع كل الأرقام مع بعض من ضمنهم سمن شراء الأرض هيطلع تلاتة مليون سبعمية وخمسة ألف مساحة الشقق المبنية طيب وإحنا عندنا شاقتين تمام شاقة ستميت متر وشاقة ربعميت متر الشاقة كبيرة ستميت متر عشان اجيب مساحة كل شاقة لازم اقول لك مساحة الشقق اللي في العمارة كلها بتساوي مساحة كل شاقة في عدد الطوابق أنا عندي مساحة الشاقة كبيرة ستميت متر فيه تمن طوابق شاقة كبيرة أو تمن شاقة كبيرة لأن الطوابق شاقتين شاقة صغيرة كل شاقة فيها أو كل طوابق فيه شاقتين معنى كده إن أنا عندي في العمارة تمن شاقة كبيرة وتمن شاقة صغيرة فلما أضرب المساحة بتاع الشاقة فعدد الشاقة هيديني أربعة تلاف وتمينمائة متر ثم بعد كده شاقة صغيرة ربعميت متر في تمن شاقة صغيرة بالتلات تلاف ومتين متر أقوله بقى العمارة كلها مساحتها قد إيه هجمع مساحة الشواء الكبيرة ومساحة الشواء الصغيرة يعني هجمع 4800 زي التلات تلاف ومتين هيدينا تمن تلاف متر لإيه للعمارة كلها تعالوا بقى كده عايزين نعرف المتر تكلف كام على صاحب العمارة أو على المقاول تكلفة المتر الواحد بتساوي إجمال تكلفة العمارة على مساحة العمارة شايفين كده؟ عملها كده أهو رقم بتاعي كام؟ 3000 أهو إجمال تكلفة العمار يبقى إجمال تكلفة العمارة طلع بكام؟ 3 مليون 705 ألف وجيت بعد كده جبت مساحة العمارة عمل معي مساحة العمارة كام؟ مساحة العمارة عمل معي مبلغ أو عدد أقصد مساحة 8000 متر هنقسم الرقمين على بعض تكلفة المتر الواحد بيساوي إجمال تكلفة العمارة على مساحة العمارة إجمال تكلفة العمارة على مساحة العمارة يبقى أنا دلوقتي 3 مليون 705 ألف على 8000 متر المتر هيقف على المقاول بـ 463 جنيه يبقى أنا دلوقتي حسبت المتر الواحد عمل معي 463 جنيه تاني مراجعة بسيطة على التمرين معلش عشان أكمله تحديد تكلفة الشقة سمن شراء الأرض مساحة في السعر رفت عليهم عمولة وصمصرة ورسوم تسجيل وتكلفة إخراج وتكلفة مباني إداني إجمال تكلفة العمارة 3 مليون 705 ألف بعد كده قلت مساحة الشقة المبنية بيساوي مساحة كل شقة فعلى للطوابق الشقة الكبيرة 600 متر في 8 طوابق بـ 4800 والشقة الصغيرة بـ 400 متر في 8 طوابق أو 8 شقة صغيرة 3200 يبقى المجموع 8000 متر مساحة العمارة كلها أبدأ أقول تكلفة المتر الواحد بساوي إجمال تكلفة العمارة على مساحة العمارة تركزوا في رقم ده 463 جنيه طيب أجي بعد كده أول مطلوب عندي طلب مني تكلفة الشقة الكبيرة والشقة الصغيرة تعالوا حتى كده بالتفكير هتعرفوا الجبوة شقة كبيرة 600 متر والشقة الصغيرة طالعة بـ 400 متر طيب المتر مكلف كامل مقاول مكلفه 463 جنيه لما أضرب 600 متر مساحة الشقة الكبيرة في 6463 جنيه هيطلع إجمالي أو تكلفة الشقة الكبيرة 277800 يبقى الشقة الكبيرة وقفة على المقاول بمبلغ 277000 وكام وثمنمية تكلفة الشقة الصغيرة 400 متر في 443 هتساوي 185200 تعالوا بعد كده ناخد تحديد ربح الممول أو المطلوب التاني يبقى المطلوب الأولاني حددنا تكلفة الشقة الكبيرة والشقة الصغيرة تعالوا بقى نشوف تحديد ربح الممول التمرين قال لي إراد أول حاجة ببدأ بيها يا جماعة إراد بيع الشقة رب بيع الشقة المقاول باع خمس شقة كبيرة بمبلغ 300 ألف جنيه للشقة هيطلع عندي 15 مليون أو مليون ونص وباع ثلاث شقة صغيرة في 200 ألف هيطلع ب600 ألف هجمع الرقمين المليون ونص و600 ألف هيبقى 2 مليون ومية ألف يبقى تاني الممول ده أو المقاول راح بيع خمس شقة كبيرة باع الشقة على 300 ألف جنيه وباع تاني ثلاث شقة صغيرة الشقة على 200 ألف ضربتهم خمس شقة كبيرة وتلاث شقة صغيرة المجموع المية وخمسين أو المليون ونص زائد ال600 ألف بـ 2 مليون ومية أجي بعد كده على تكليفة الشقة المباعة أشوف بقى أكلفوني قد إيه أعمل خمس شقة كبيرة وتلاث شقة صغيرة أروح ضريبهم في التكليفة بتاع الشقة شايفين التكليفة واللي أنا لسه جايبها اللي هو تكليفة الشقة كبيرة والصغيرة الرقمين دول اللي موجودين معي فوق اللي هم دول الميتين أو الميتين سبعة وسبعين ألف وثنونمية والمية خمسة وثمين ألف وميتين ضربتهم في عدد الشقة اللي موجودين فوق برضو في إراد البيع خمس شقة كبيرة وتلاثة صغيرين طيب أو تلاثة صغيرة هضرب كده هيديني مية ثمينة وتلاثين ألف وتسعمية وخمسمية خمسة وخمسين ألف ستمية هيبقى الإجمالي مليون تسعمية أربعة واربعين ألف وستمية أترحم من اتنين مليون ومية هيطلع مجمل الربح مية خمسة وخمسين ألف وربعمية ثم بعد كده بدخل على المصروفات البعية والإدارية وهو أجاب ألي في التمرين بستمية ألف هيطلع صافي الربح الخاضع للضريبة خمسة وتسعين ألف وربعمية تعالوا بقى على حساب الضريبة المستحقة على الممون أول حاجة الراجل ده ربحه طلع خمسة وتسعين ألف وربعمية ودي خدناها منين خدناها من التمرين اللي فات يبقى التمرين اللي فات أخر رقم هو انتوا شايفينهم اللي هو خمسة وتسعين ألف وربعمية نزلنا بعد كده على الجزء التاني اللي هو إزاي أحسب الضريبة لأنا لسه شريحها في بداية الحلقة خمسة وتسعين ألف وربعمية يخصم منهم شريحة أولى أساسية تمن تلاف جنيه هيتبقى لي سبعة وتمانين ألف وربعمية ركزوا معي شوية في الأرقام عشان تركزوا السبعة وتمانين ألف وربعمية دول يا جماعة هنبدأ نقسمهم إلى شرائح أول حاجة هناخد من السبعة وتمانين ألف وربعمية اتنين وعشرين ألف جنيه يبقى الأولى اتنين وعشرين ألف جنيه فعشة في المية بألفين ومتين ودي سبت وبعد كده ناخد خمسة عشر ألف هيديني وخمسة عشر ألف دول أضرابهم في خمسة عالمية هيديني ألفين ميتين وخمسين ثم الباقي يتضرب في 22 ألف أو 22.5% طب يا جماعة طب ما نقول الباقي هو رقم اللي فوق طلعه كان بعد ما شلت منه 8000 بعد ما شلت الثامن تلاف طلع الرقم اللي موجود معايا اللي هو 87.400 طب 37 دي جات منين دي مجموع لـ 22.000 والـ 15.000 تاني 37 دول مجموع الشريحتين السابقتين اللي هم 22.000 و 15.000 وروح تضربهم في 22.5% على مية اداني 11.340 طبعا بجمع الثلاث أرقام دول الثلاث شرائح دول هيديني مبلغ 15.790 وكده يكون التمرين خلص على الضريبة على النشاط التجاري والصناعي ونبدأ بتمرين تاني على شراء الأراضي وتقسمها والتصرف فيها ثم بيعها احنا خدنا من شوية زي ما قلت الجزء الأولاني اللي هو شراء أو بناء مباني سكنية ثم بيعها أو تقسيم العمارات أو بناء عمارات وتقسمها ثم بيعها إلى شواء ثانيا شراء الأراضي وتقسمها والتصرف فيها أعزائي الطلاب لازم تركزوا وتفرقوا ما بين التمرينين يتحلوا ازاي تمرين الأولاني تمام قلنا تمرين الأولاني قلنا تاني ان احنا لازم نعرف ان هو بتبقى عمارات مبنية أو سكنية بغرض البيع الجزء التاني من السؤال ده على ضريبة إراضات النشاط التجاري والصناعي احنا بنتكلم على شراء الأراضي ثم تقسمها وبيعها يعني انا جيب أرض كبيرة مساحتها كبيرة وابدأ أقسمها إلى أجزاء أو إلى قطع ثم بيعها طيب تعالوا نشوف مع بعض التمرين يتحل معايا ازاي وابدأ أفرق ما بين الاثنين ازاي فرق ما بين الاثنين بين الأولى بيقولك فيها عمارة سكنية بغرض البيع والتانية أراضي يتم تقسمها ثم تباع طيب تمرين التاني هنبدأ في المهندس يوسف يعمل في مجال شراء الأراضي وتمهدها بغرض بيع ركزوا بقى المراضي هوا قال لي يعمل في مجال شراء الأراضي وتمهدها بغرض بيعها قام بشراء قطعة أرض مساحتها 2 مليون بمبلغ 50 مليون احنا قلنا من شوية جماعة في التمرين اللي فات ان لو هو طالب سمن شراء الأرض بنضرب له المساحة في السعر بنضرب له المساحة في الايه؟ في السعر هو هنا جابها لي جاهزة عرفتها جاهزة ازاي؟ قال للأرض بمبلغ 50 مليون هو جاب الرقم جاهز كده خلاص طيب وقد بلغت النفقات لما بشتري الأرض صرفت عليها ايه؟ عملة وسمسرة 100 ألف أتعاب قانونية 60 ألف مصروفات تمهيد وتقسيم وتسوية طرق 3 مليون ثم نفقات توصيل المرافق والطرق مليون أبدأ بعد كده قال لي في إذا علمت أنه هلكزه على الرقم واحد دي المساحة المعدة للبناء من الأرض بعد تقسيمها تبلغ مليون ونص متر مربع الراجل اشترك قطعة أرض مساحتها 2 مليون هيبيع منها أو هيبني على مليون ونص منها تم بيع 1 مليون متر مربع بسعر 100 جنين المتر وتم تسجيل كل عمليات البيع بلغت مصروفات الدعاية والإعلان والمصاريف الإدارية والبيعية وغيرها 3 مليون جنيه تعالوا بقى نبدأ مع بعض التمرين المطلوب تحديد تكلفة المتر المربع تحديد ربح الممول حساب الدريبة المستحق هنبدأ مع بعض الوقتي الحل تحديد تكلفة المتر المربع قلنا أول حاجة زي التمرين اللي فات ما فيش اختلاف إجمال تكاليف الأرض في اللي فاتت كات سمن شراء الأرض سمن شراء الأرض هي هي طلع برقم جاهز أو هو ما ضربتش مساحة في سعر طلع بخمسين مليون والنفقات اللي أنا صرفتها على الأرض دي عمولة وصمصرة 100 ألف أتعاب قانونية 60 ألف مصروفات تمهيد وتقسيم وتسويت طرق 3 مليون نفقات توصيل المرافق طلع بمليون أجمعهم طلعين 54 مليون 160 ألف جنيه طيب زي ما تعودنا برضو في التمرين اللي فات تكلفة المتر من الأرض الصالحة للبناء اللي فاتت كالتكلفة المتر من العمارة المراضي من الأرض الصالحة للبناء لها قانون بتساوي إيه بقى ها كلنا نكتب كده إجمال تكاليف الأرض على المساحة المعدة للبناء إجمال تكاليف الأرض هي لسه حاسبها بـ 54 مليون 160 واجيب بقى المساحة المعدة لبناء منين تعالوا كده في التمرين تكيزوا معايا أو في رقم واحد فإذا علمت أن المساحة المعدة للبناء تبلغ مليون ونص متر مربع طيب بعد كده نبدأ نقسم الاتنين على بعض 54 مليون 160 ألف على المليون ونص متر مربع هيطلع المتر بـ 36 جنيه وعشر وعشر قروش جنيه للمتر الواحد يبقى المتر الواحد نكلف صاحب الأرض أو المقاول ده 36 جنيه وعشر قروش تعالوا بقى نعمل الجد واللي احنا بنعمله رقم اتنين تحديد ربح الممول تحديد ربح الممول يحسب كما يلي المراد يبصوا عملت خانة واحدة مش خنتين يعني خنتين مش ثلاثة أول حاجة إراد بيع الأرض قال لي في التمرين أن الراجل باع مليون متر مربع بسعر المتر 100 جنيه هو قال لي كده في التمرين تركزوا معايا في التمرين هتلاقوا أن الراجل باع مليون متر مربع في 100 جنيه هيطلع بـ 100 مليون جنيه تكلفة الأرض همسك نفس الرقم المساحة اللي هي المعدل البيع مليون متر مربع واضربهم في تكلفة المتر الواحد اللي هو جاي معايا كام؟ 36 جنيه وإيه؟ وعشرة طيب هيديني 36 مليون ومئة ألف هترحهم طبعا من إراد البيع هيطلع مجملة ربح 63 مليون 900 وقال لي فيه في التمرين مصروفات بيعية وإدارية طلعب 3 مليون هيبقى الناتج 60 مليون 900 ألف جنيه أحسب الضريبة المستحقة إزاي؟ يلا نظام الشرايح اللي إحنا اتعودنا نعمله أول حاجة الشريحة الأولى همسك الـ 60 مليون 900 ألف أطرح منهم 8000 هيديني 60 مليون 892 أو أو 60 مليون 8 892 ألف وابدأ أقسم الشرايح بتاعتي هاخد منهم رقم الأولاني اللي هو 22 ألف الأولى في 10% ثاني 60 مليون 900 شلت منهم 8000 إداني 60 مليون 892 ألف أبدأ بقى أقسمهم إلى شرايح شريحة الأولى أو الثانية 22 ألف هضربها في 10% بـ 2200 ثم 15 ألف التالية في 15% بـ 2252 ثم الشريحة الرابعة 155 ألف في 20% نديني 31 ألف الباقي بقى يجي إزاي أخو الرقم طلعته بعد الشريحة الأولى 60 مليون 292 ألف أطرح منه رقم 192 ألف وجام منين 192 ألف ده بقى يا جماعة 192 ألف ده جام من مجموع الشريحة الأولى 22 ألف و 15 ألف و 155 ألف يبقى عزائي الطلاب ركزوا في موضوع 192 ألف دي جات إزاي بجمع الشرائح اللي هي الشريحة الأولى والتانية واللي بعدها 22 15 15 155 بـ 192 ألف بعد كده اضربها في 22 وصة على مية هيطلع مليون 365 750 أو 13 657 500 ثم مجمعهم يديني إجمالي المستحق طيب كده خلصنا معاكم أعزائي الطلب طلبات دبلوم التجاري شعبة إدارة التمرينين الخاصين بإيه خدنا دلوقتي تمرينين خاصين بعملية إرادات النشاط تجاري والصناعي وخدنا إذا كانت عمارات سكنية مبنية بغرض البيع أو أراضي تقصم بغرض البيع يعني في كلتا الحالتين أنا هبيع إذا كانت أراضي أو عمارات سكنية دلوقتي هندخل على حاجة تمرين تبع تقسيم الأراضي بس تمرين بتاع امتحان سابق وبرضو فيه فكرة عشان تبقى ملم بالموضوع كله وتعرف تتعامل مع التمرين ازاي تعالوا مع بعض دلوقتي نشوف التمرين ده صغير جدا وطريق تحله برضو كويسة زي التمرين لسه حلينه دلوقتي بس بياناته المعطاء قليلة شوي طب أتعامل مع هذا ازاي نيجي مع بعض نشوف التمرين ان شاء الله يتحلي مع بعض ازاي تمرين رقم 3 المهندس حسام غالي يعمل في مجال شراء الاراضي وتمهيدها بغرض البيع فاذا علمت انهم قام بشراء قطعة ارض بلغت جملة تكلفة من سمن الارض وعمولة شراء ومصاريف تمهيد وتسجيل ومرافق 3 مليون جنيه والمساحة المعدة للبناء بعد تقسيمها 50 ألف متر مربع ملاحظين حاجة مهمة جدا ان الراجل ده ما جاب ليش تمن الارض كام ولا التكاليف كام جمعهم كلهم برقم واحد يعني انا دلوقتي وانا هحل هقوله ده ما جاب ليش بقى تكلفة الارض ولا العمولة والصمصارة بقدي ايه ولا تمهيد بكام ولا ترخيص بقدي ايه فجبهاني كلها في رقم واحد تم بيع 4000 40 ألف متر بسعر المتر 100 جنيه للمتر وتم تسجيل جميع عمليات البيع واخير اخيرا بلغت مصاريف البيعية المصاريف البيعية والادارية ب100 ألف المطلوب تحديد ربح الممول الذي يدخل في وعاء الضريبة واثنين حساب الضريبة المستحقة على الممول تعالوا نشوف مع بعض نحل التمرين ازاي اجمال تكاليف الارض جاية جاهزة يعني ايه يعني انا لا جمعت ارقام مع بعض ولا جدت تمن الارض بكام وصرفت عليها او نفقات قد ايه هو جبهالي برقم واحد اللي هو طالع بتلاتة مليون طيب لسه برضو حالين التمرين زي ده تكلفة المتر من الارض الصالحة للبناء بتساوي اجمال تكاليف الارض على المساحة المعدة للبناء هو اجمال تكاليف الارض جبهالي جاهزة ايه بكام بتلاتة مليون جنيه على المساحة المعدة لبناء 500 متر طالع معايا بمبلغ 60 جنيه للمتر الواحد تمام يبقى المتر الواحد مكلفني كام 60 جنيه نبدأ مع بعض تحديد ربح الممول بالجدول اللي احنا قلنا هنبدأ نحل فيه اراد البيع من التمرين اللي احنا برضو لسه قريبين وهو نبدأ نرجع للتمرين تاني تمام التمرين قال لي ايه تم بيع 440 ألف متر بسعر المتر 100 جنيه وبلغت المصاريف الإدارية والبيعية 100 ألف جنيه طيب نشوف مع بعض اراد بيع الارض بيع الراجل المقاون 40 ألف متر والمتر بيعه ب100 جنيه يبقى هيطلع ب4 مليون جنيه ثم تكلفة الارض المباعة هو كلفها كام الاربعين متر الاربعين ألف متر المتر الواحد لسه جايب هو في الجدول تمام جايبه ب60 جنيه فوق تحديد الربح الممول جايبه ب60 جنيه فال60 جنيه دول لما ضربهم في 40 ألف متر هيطلع تكلفة الأرض 2 مليون وربعمية وزي ما انتوا عارفين بنترح إرادة بيع الأرض من تكلفة الأرض المباعة تلع مجمل الربح مليون و600 ناقص المصرفات البيعية والإدارية طلع بـ 100 ألف هيطلع صف الربح الخاضع للضريبة معايا بمبلغ مليون ونص طيب في سؤال بقى طبعا مهم لازم نكمل التمرين حساب الضريبة المستحقة على الممول تنركزوا بعدها لتاني مرة أو تالت مرة هوا معاكم المليون ونص يطرح منهم 8000 شريحة معفاة الشريحة المقررة 8000 هيبقى لي طبعا المليون ونص اللي معايا مليون ربعمية أو الـ 15 مليون ربعمية أو 14 مليون 920 ألف جنيه بعد ما مشلت المبلغ اللي موجود معايا المليون ربعمية 92 ألف بعد كده أبدأ أسمها على شرائح شريحة الأولى 22000 في 10 على مية سابتة بـ 2200 شريحة التانية 15000 في 15 على مية بـ 2250 الشريحة التالتة المية 55000 في 20 على مية بـ 31000 ثم الباقي مليون ربعمية 292000 ناقص 192000 برضو نركز المية 292000 جاءت إزاي جمعت 22000 و15000 والمية 55000 يبقى يا جماعة الباقي آخر رقم أنا جايبه بعد ما شيل منه 8000 ركزوا معايا يديني مليون 492000 أطرح منه 192000 ودي مجموع الثلاثة شرائح السابقة 22000 و15000 و155000 ثم بعد كده بضربها في 22.5 على مية فهيديني 292500 طبعا هجمع 2200 و2250 و31 و292500 هيكون الناتج 327 950 إجمالي للضريبة كده أعزائي طلب الطالبات الدبلوم التجاري بدأنا بحلقة السابقة ضريبة المرتبات ثم في هذه الحلقة نقشنا موضوع ضريبة الأرباح النشاط التجاري والصناعي فيه في الامتحانات بيتكرر موضوع أو سؤال الأسئلة المتطورة يعني الأسئلة المتطورة يعني يجي لسؤال اختار وابدأ أحله إما بطريقة أننا أكون أعرف إجابة السؤال هي الاختيار الأول أو الثاني أو الثالث أو لازم أعمل خطوات بإدية كتمهيد عشان خاطر أعرف حل التمرين طيب هنتعامل دلوقتي مع كم نقطة من الاختيار وما تسمى بالأسئلة المتورة في محاسبة الضرائب على الدرس الخاص بعملية إرادات النشاط التجاري والصناعي تعالي نشوف كده بعض الأسئلة على إرادات النشاط التجاري والصناعي أولا أسئلة متورة على محاسبة الضرائب بيقول لي الوجبة الغذائية والنقل الجماعي للعاملين تعفى ولا تغضع عند حساب الضريبة على المرتبات طبعاً تعفى يعني إذا كان وجبة غذائية اللي هو بدل مأكل نقل جماعي بدل صفر للعاملين تعفى عند حساب الضريبة على المرتبات سؤال الثاني تسري الضريبة على المبالغ التي يحصل عليها الأفراد المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بنسبة 10% ولا 15% ولا 20% طبعاً 10% الضريبة اللي بيحصل عليها الأفراد المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية تحسب عليهم بنسبة 10% زي المكافأة يعني أنا دلوقتي دكتور مثلاً جمعة بيدي محاضرة في مكان تاني غير العمل الأصلي فيحصل على مكافأة فالمكافأة تحسب عليها الضريبة بنسبة 10% رقم 3 يشمل الأجر الأساسي ولا الأجر المتغير على بدل طبيعة العمل وحوافز الإنتاج والأجر الإضافي زي ما قلت في الحلقة السابقة أن الأجر نوعين أساسي ومتغير أول حاجة الأجر الأساسي مرتب أساسي وعلى هو خاص والأجر المتغير بدل طبيعة عمل وحوافز إنتاج وأجر إضافي إذن لما يجيب لي في التمرين أو في السؤال زي ده بدل طبيعة العمل وحوافز الإنتاج والأجر الإضافي هل هي أجر أساسي والمتغير طبعاً على طول هقوله أجر إيه؟ متغير طيب بعد كده إذا كانت العلاوة الخاصة غير مضافة للأجر الأساسي فإنه عند حساب اشتراك التأمين الاجتماعي مضاف إلى الأساسي ولا المتغير أنا قلتها برضو في الحلقة السابقة لو كان عندي علاوة خاصة قال لي في التمرين العلاوة دي مضافة للأجر الأساسي تمام هحطها مع الأجر الأساسي عند حساب اشتراك التأمين الاجتماعي لو هو قال لي غير مضافة للأجر الأساسي هحطها على الأجر المتغير يبقى الطلبة والطالبات اللي بيتابعونا قلناها إن شاء الله يعني موضوع العلاوة إذا كانت خاصة مضافة أو غير مضافة والقولنا طبعا المضافة للأجر الأساسي والغير مضافة للأجر المتغير طبعا دي أساسيات وطبعا أنتوا تابعتونا في الحلقة السابقة شرحنا ده كل ده بالتفصيل رقم خمسة أو ستة عند حساب اشتراك التأمين الاجتماعي فإن النسبة التي يحسب عليها الأجر الأساسي تبلغ 13% أنا قلت في اشتراك التأمين الاجتماعي بحسب بنسبتين إما على أجر أساسي أو على أجر متغير فإذا كانت على الأجر الأساسي تحسب بنسبة 13% أما ما يحسب على الأجر المتغير فتبلغ النسبة 10% ركزوا دي كويس قوي في اشتراك التأمين الاجتماعي يحسب على الأجر الأساسي نسبة تبلغ 13% أما يحسب على الأجر المتغير النسبة تبلغ 10% طيب رقم سبعة ودي محتاجة مننا على التمرين اللي احنا شرحنا النهاردة إرادات النشاط التجاري والصناعي وطبعا ممكن نحلها بطريقة بسيطة عشان ما تاخدش معنا مساحة وتاخد وقت لو كان إرادة الشقق المباعة يبلغ مليون ونص وتكليفة الشقق المباعة تبلغ 760 ألف وتبلغ المصرفات البيعية والإدارية 40 ألف جنيه فإن صاف الربح الخاضع للضريبة يبلغ 740 ولا 700 ولا 760 أنا معلم على 700 بس عايزين نعرف جات إزاي بصوا الخطوات في خطوة واحدة ممكن نحلها هنقوله في حاجتين ولازم نفر بإنه هو طالب فإنه صاف الربح طالب صاف الربح ولا وعاق الضريبة بالرغم التين مع بعض بيكون متسوق يعني نفس الكلمة بس طبعا وإحنا بنحل في التمرين ده صاف الربح وعاق الضريبة بنعملهم على خطوتين طيب إراد الشؤق المباعة أو الرقم اللي هو مليون ونص ناقص تكلفة الشؤق اللي هو 760 ألف ناقص المصروفات البيعية والإدارية اللي هي 40 ألف هيطلع الناتج معانا 700 ألف جنيه ثاني إراد الشؤق اللي انت بعتها بعت شؤق في عمارة بمليون ونص والشؤق دي كلها مكلفات 760 ألف وصرفت مصروفات بيعية وإدارية بـ 40 ألف فممكن نعملها بطريقة تانية هجم على الاربعين مع الـ 760 بـ 800 ألف وأطرح الـ 800 ألف من إراد بيع الشؤق من مليون ونص هيطلع عندي 700 ألف جنيه تاني إرادة الشؤق مليون ونص أطرح منه تكلفة الشؤق المباعة والتي تبلغ 760 ألف والمصروفات البيعية والإدارية تبلغ 40 ألف ممكن أجمع الـ 40 مع الـ 760 هيديني 800 ألف لما ترح من مليون ونص هيبقى 700 ألف جنيه طيب فيه برضو سؤال كده تسري الضريبة على أرباح هيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول بسعر ضريبي بتبقى 40% ودي جات في امتحانات سابقة برضو نعرف ان الضريبة على أرباح هيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول سعر الضريبة بتاعتها 40% عشان إرادها بيكون مرتفع شوية فطبعا إيه بنحسبها على 40% تعالوا التكملة للأجنبي المقيم في مصر مدة لا تزيد عن 167 يوم ولا 182 يوم ولا 128 متصلة أو متقطعة خلال 12 شهر تفرض عليه الضريبة يعني إيه بقى الموضوع ده يعني لو أجنبي مقيم في مصر حد شغال جاي من بره يشتغل في مصر طيب ده أحسب عليه ضريبة ولا محسبش عليه ضريبة أحسب عليه ضريبة لو الإقامة بتاعته في مصر تعدت 182 يوم متصلة أو متقطعة يعني هو أعدهم مرة واحدة أو أعد 20 يوم وسافر ورجع تاني برضو أعد 50 يوم أجمعهم لـ 182 يوم أحسب عليه ضريبة زي وزي الموظفين التاني فطبعا دي لو أجنبي مقيم تيجي في امتحنات برضو الأجنبي المقيم في مصر مدة لا تزيد عن 182 يوم متصلة أو متقطعة خلال 12 شهر تفرض عليه الضريبة طيب رقم 10 لو كان إراد الشؤى المباعة يبلغ مليون ونص وتكلفة الشؤى المباعة يبلغ 760 ألف وتبلغ المصروفات البيعية والإدارية 40 ألف جنيه فإن وعاء الضريبة خلي بالكم أنا المرة اللي فاتت حسبت صف الربح وعاء الضريبة ده بقى معنى إيه معنى أنا بشيل الشريحة المعفاة اللي هي 8000 نفس التمرين اللي فات اللي أنا لسه حلوا معاكم من شوية أو جزء اختار بس ما اخترتش هنا سبعمال إيه تعالي نشوف مع بعض الحل وبيتحل إزاي وعاء الضريبة ممكن برضو وعملها على خطوة واحدة إرادة الشقاء المباعة بيساوي تكلفة الشقة ناقص المصروفات ناقص الإعفاء المقرر الشقة بتاعتنا مكلفانا مليون ونص ناقص تكلفة الشقة 760 وفيه مصروفات إدارية وبيعية باربعين وفيه إعفاء مقرر يبلغ 8000 جنيه طيب بعد كده همسك السبعمية المليون ونص واطرح منه 760 ألف واطرح منه 40 ألف والتمن تلاف ليه الإعفاء المقرر بقى تاني مع بعض إدراض الشقة ده بيساوي إيه تكلفة الشقة ناقص المصروفات ناقص الإعفاءات المقررة مليون ونص ناقص 760 ناقص 40 ألف ناقص 8000 هجينا 792 وليه الإجابة رقم واحد اللي أنا قلتها هي مش 700 ولا 752 عايز بقى معاكم تركيزوا شوية في الجزء اللي أنا هقوله دلوقتي رقم واحد اللي هو المليون ونص ده ممكن أجمع 760 والاربعين والثمانين واترحم المليون ونص رقم 11 تعفى أرباح منشاءات استصلاح واستزراع الأراضي ومنشاءات انتاج الدواجن لمدة عشر سنوات بنشاط التجاري يعني أنا بأسم كام عشر عشر سنوات إذا كان إيه أعفي منها أرباح استصلاح واستزراع الأراضي يخصم في حدود كام في المية واحد والاتنين وتلاتة اشتراك تأمين صحي من إجمال الأجر الأساسي والمتغير طيب بعد كده إحنا دلوقتي أعزائي طلبوا الطالبات طلبوا الطالبات للدبلوم التجاري اتمنى نكون عند حسن ظنكم وكده وفينا الدرس النهاردة الجزء الخاص بعملية إراضات النشاط التجاري والصناعي والحلقة السابقة تكلمنا عن ضريبة المرتبات ياريت نركز شوية ياريتني زاكر امتحانات قربت نبدأ نحلف تمارين الكتاب وتحاولوا على قد ما تقدروا إن شاء الله يعني تشدوا حلكم شوية شكرا لكم شكرا لكم